بداية أسألك عن المتغير في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة هذا العام بالنظر إلى سياقات الانطلاق وأهداف المشاركين أيضا نعم تحياتي لكم وشكرا على الاستضافة الموضوع السوري موضوع شائق ومعقد جدا ومر عليه 12 عام لم يتم زحزحة أي تحرك إيجابي لحل المسألة هناك المطلوب في الواقع قبل المساعدات الإنسانية والاقتصادية والمالية المطلوب حل سياسي شامل موثوق لفتح كل الأبواب وهذا يتطلب كما قال جوسف بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي سوف لا نغير موقفنا لن يكون هناك أي تطبيع أو تخفيف للعقوبات إلا إذا قام النظام بتطبيق قرارات مجلس الأمن أهمها 2-2-5-4 أي لتوفير حل سلمي لكن بالنسبة للمساعدات ما تبين لنا الآن عدم كفاية هذه المساعدات أمس أنطونيو جوتيريس الأمين العام قال 9 من كل 10 سوريين بحاجة إلى دعم وقال أيضا وطالب المشاركين أن يؤمنوا 11 مليار دولار من أين ستأتي هذه الأموال؟ أي دولة تستطيع تقديم عدة مليارات؟ علما أن أوروبا والولايات المتحدة تعاني من مسائل التضخم ارتفاع أسعار الفائدة العجز المديونية والالتزام بدعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا وهذا يستنزف عشرات المليارات من ميزانيات الاتحاد الأوروبي وأمريكا لذا ليس سيد نهادس إسماعيل أطلعتنا على تفاصيل متعلقة بهذه الأزمة الممتدة منذ أكثر من 12 عاما نتحدث اليوم في وقائع جديدة هناك تقارب إقليمي مع الحكومة السورية لكن الآن أوروبيا تحدث مستندا إلى تصريحة جوزيب بوريل التي قال فيها لا يمكن أن يكون هناك علاقات الآن أوروبية مع الحكومة في دمشق لكن في حال استمرت هذه الرؤية وهذه المقاربة الأوروبية في التنفيذ فيما يتعلق بالأزمة السورية ما مصير اللاجئين بداية ما مصير الناس في سوريا الذين يكتوون بنار العقوبات الغربية المفروضة على الحكومة هناك نعم هذا سؤال مهم جدا يجب طرحه في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لأن هذه مسؤولية دولية لا تستطيع دولة واحدة أو كتلة واحدة أن تحل مشكلة سوريا من ناحية الغذاء مثلا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قال حذر أنه قد يخفض المساعدات الغذائية لحوالي 2.5 مليون سوري بسبب نقص الميزانية لا يوجد أموال كافية لتمويل الغذاء وتسعة من كل عشر سوريين بحاجة لغذاء الآن في سوريا عدد هائل ملايين يعيشون تحت خط الفقر هناك تضخم تقريبا أربع آلاف بالمئة حسب آخر التقارير 8000 ليرة سورية لكل دولار ودخل الفرد الذي يشتغل لا يحصل على أكثر من 100 ألف ليرة سورية لذلك حياة السوريين صعبة في الداخل ولكنها أيضا صعبة في المناطق التي لجأوا إليها وهي تركيا الأردن لبنان العراق وحتى وصلوا إلى مصر وفي أوروبا طبعا هاجر عدد هائل منهم وهناك برامج لمساعدة نعم سيد إسماعيل